حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو السبعة عشر من سلسلة شرح برنامج المايكل سوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كل ما يتعلق بصفحة الغلاف من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب دلوقتي هنبدأ نشوف إزاي نقدر نعمل غلاف للصفحة دي أنا دلوقتي عندي ملف مكون من ثلاث صفحات عايز أعمل له غلاف عشان تعمل له غلاف أنت قدامك طريقتين الطريقة التخليدية للغير محترفين بقى أنه بيعمل ملف جديد وبعد كده بيصامل فيه الغلاف اللي هو عايزه طيب الطريقة الاحترافية بقى أنك تيجي في قائمة وهتلاقي عندك كفر بيج هتضغط عليها في مجموعة من الكفرات الجاهزة اللي أنت ممكن أنك تختار ما بينها على سبيل المسال الكفر ده تقدر تكتب في الأوالب بتاعتك الشكل اللي أنت عايزه مثلا هنا هنبدأ نكتب عنوان قصة مثلا تقدر أنك تعدل فيها بالشكل اللي أنت عايزه تقدر أنك تدخل عليها وتختار تصميم مختلف في حالة أن أنت لقيت أن التصميم ده ما بيعكسش طموحك تقدر بأنك تدخل على مور فيبدأ أنه يعرض لك صفحات مختلفة ممكن تعتمد عليها في صفحة الغلاف طيب ليه هتحتاج صفحة الغلاف؟ صفحة الغلاف بتبقى صفحة بعيدة عن ملف بتاعك من حيث الترقيم والإعدادات بتاعته فشغلك كله موجود في ملف واحد وفي نفس الوقت الملف الواحد ده ما بيأثرش على المحتوى بتاعك أنا دلوقتي ممكن بقى أني أختار التصميم اللي أنا عايزه فيه صفحة الكفر بتاعي بعد كده تبدأ أنك تشتغل عليها بشكل طبيعي لو أنت عملت صفحة كفر وبعد كده عايز تلغيها بتقدر بقى أنك من خلال الضغط على انسيرت وتفعيل القائمة بتاعت كفر بيج بقى أنك تعمل ريموف لصفحة الكفر فهتلاقي بقى أنه هزف لك الصفحة ننصح دايما بقى أنك تستفيد من صفحة الكفر بيج في عمل تصميم خاص بالغلاف بتاعك التصميم ده بيكون جاهز ويقدر يوفر لك وقتك بحيث بقى أنك ما تأثرش على ترقيم الملف وما يضركش في ترقيم الملف بكده نكون شوفنا كل ما يتعلق بصفحة الغلاف لو أنت عايز صفحات غلاف تانية ممكن تدخل على موقع وبعد كده تشوف مجموعة من على الموقع ده بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بصفحة الغلاف بنشكر حضراتكم ونتمنى لحضراتكم كل التوفيق ونتمنى شرفونا ومشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر